الصهيوني على شعبنا في قطاع غزة ولا يزال العدو يمارس جرائم الحرب المسجلة باسمه في تاريخ الجرائم ضد الإنسانية ولا يزال مجالدون في مندوب فلسطين بالأمم المتحدة نشكر مصر للسماح بدخول مئات الشاحنات إلى غزة للفلسطينيين لستم وحدكم هناك مئة وخمسة ملايين مصري معكم السلام عليكم لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطلوا فمكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشترك في القناة وتفعيلوا زر الجرس مساكم بالخير عندنا ساحب على ميد جوال 14 برو ماكس وساحب على ميد ألف جنيه مصري كل الشروط تتفرج على 30 فيديو سبقين على قناة كورا شراب وتكتب تنفيذ تعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة مندوب فلسطين بالأمم المتحدة نشكر مصر لسماح بدخول مئات الشاحنات إلى غزة قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير الرياض منصور اليوم الخميس إن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر اختبارا حقيقيا لمصداقية المحكمة الجنائية الدولية وسلطتها وهو اختبار لا يمكن لها أن تتحمل الفشل فيه وأشار إلى أن هذه الجرائم هي ذاتها والفضائع التي تتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي يوميا ضد الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين في قطاع غزة منذ ثلاثة أشهر قال سفير ادياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة إن أكثر من نصف الحكومة الفلسطينية هم خريجي الجامعات المصرية وهناك أكثر من ثلاثة عشر ألف طالب يتلقون تعليمهم في الجامعات المصرية مقدما الشكر للشعب المصري بجميع فئاته وشرائحه ومؤكدا أن الإعلاميين حمالة رسائل الحق وهم يخوضون المعركة بجانب الشعب الفلسطيني المزاج السني حائر بين المقاومة وحزب الله مناصر لفلسطين ولا يختصر برفع صورة أبو عبيدة قال رياض منصور مندوب فلسطين في الأمم المتحدة إننا ندعم جهود مصر وقطر لإطلاق سراح الأسرة مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وأضاف منصور خلال مؤتمر صحفي لممثلي المجموعة العربية في الأمم المتحدة نقلته قناة القاهرة الإخبارية أن القطاع الطبي في غزة على وشكل انهيار حارب غزة ماذا نعرف عن أبو عبيدة الرجل الملسم في صباح يوم السابع من أكتوبر تشرين الأول أطلق القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف عملية طوفان الأقصى ثم خرج الناطق باسم الكتائب أبو عبيدة في فيديوهات ورسائل صوتية يعلن سير العمليات وينشر بيانات حول تفاصيلها الدقيقة وبيان المواقف في الجبهات فبات الناس على موعد شبه يومي معه القسام تعلن تدمير ثمانين وعشرين آلية للاحتلال خلال يوم اشتبكنا مع القوات الصهيونية وأوقعنا بينهما قتلى قال وزير الدفاع المصري محمد زكي الاثنين إن القضية الفلسطينية تواجه منحنا شديد خطورة مشيرا إلى تصعيد عسكري يهدف لتصفيتها جاءت تصريحات محمد زكي خلال افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية ايديكس الفين وثلاث وعشر في القاهرة بحضور رئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعادة من وزراء دفاع ورؤساء هيئات أركان في دول عدة واشدد على أنه لابد للسلام من قوة تحميه تؤمن استمراره فعالمنا اليوم ليس فيه مكان للضعفاء وهذا واقع نشهده جميعا أبو عبيدة إسرائيل لا تهتم بحياة أسراها وأفشلت صفقة تبادل مصغرة أكد بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني قبل قليل على أن توجه بلاده نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية مستمر وحتى لو لم تحصل على الدعم الكافي داخل الاتحاد الأوروبي جاء ذلك وفقا لما نشر على قناة القاهرة الإخبارية من خبر عجل ولفت إلى أن أكثر من 130 دولة اعترفت بالدولة الفلسطينية في حين أن الولايات المتحدة وبعض الدول الاتحاد الأوروبي لم تفعل ذلك بعد ناشطون أين أبو عبيدة منذ 12 يوما لم يطل علينا فقد استغل رجل الأعمال كونه خريج جامعة هارفرد لرصد ما يحدث في الجامعة بشكل خاص إذ كانت 33 منظمة طلابية في الجامعة قد أصدرت بياناً تحدثت فيه عن ارتكاب إسرائيل أعمال عنف في قطاع غزة ورد أكمان يجب أن تكون أسماؤهم ظاهرة حتى يعرف الرأي العام آراء هؤلاء الطلاب في المقابل رفضت جامعة هارفرد طلب الملياردير الأمريكي ليقوم هذا الأخير بنشر أسماء ثلاثين طالباً شاركوا في نشاط آخر مناهض للاحتلال وعرض الأسماء على شاحنة كانت تجوب شوارع المدينة في نوفمبر تشرين الثاني المنصرم كما بعث رسالة إلى رئيس جامعة هارفرد قال فيها أن الجو في الحرم الجامعي أصبح فضيعاً والوضع يزداد سوءاً وزعم رجل الأعمال أن الطلاب اليهود في هارفرد يتعرضون للانتهاكات والهجوم اللغضي والجسدي توازياً كشف طالب على موقع إكس أن اسمه أدرج في قائمة لا توظفوه التي أعدها أكمان كيف آثار كابوس العشائر الجدل أبو عبيدة لا يزال في صدارة وثافات الأردنيين طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الأربعاء بتدخل دولي وأمريكي عاجل لوقف مسيرة يمينية متطرفة يعتزم المستوطنون متطرفون القيام بها للدخول إلى المسجد الأقصى المبارك غداً الخميس تحت شعار فرد السيطرة اليهودية على القدس والأقصى وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم إن هذه المسيرة هي الأكثر استفزازاً خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها ساحة الصراع وقالت الوزارة إنها تنظر بخطورة بالغة لهذه المسيرة وتداعياتها على الأوضاع في القدس الشرقية المحتلة وتؤكد أنها اعتداء صارخ على الشعب الفلسطيني وعلى الوصية الهاشمية الأردنية على المقدسات في القدس المحتلة في جدة تضامن أعلامي إسلامي ضد التحيز والتضليل تجاه فلسطين والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤالاً وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات ما هو سبب كل الأحداث الجارية في فلسطين لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولاً بأول وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي ترجمة نانسي قنقر